اشتركوا في القناة في هذا اليوم من كل يوم بيوم الدفاع الوطني وعيد الشهداء تصادف من يلول سبتمبر هو يوم تخديم الضحية وتعزيم للشجاعان هذا الوطن وتعام في هذه المناسبة الاحتفالات في عموم البلاد يددت ابناء الوطن من القوات المسلحة عن عموم الشعاب الباكستاني العزم على التدحية في سبيل الوطن وامنه وقاد هذا الاحتفالات هذا اليوم العديد من المسؤولين من الاسكيريين ومدنيين ومن المواطنين عيدا وزوارو عبدالرحاء الشهداء في مختلف انحاء الباكستان حسب تتم وراء كليل الزحور الادري الشحيد الرائد تفال احمد والشحيد النقي محمد سرور والشحيد اللاقيد شيرقان والشحيد الرائد رجع عزيز بتي ونصب الشحيد الرائد محمد اكرم في سياق المتصل ذر الرئيس الوزراء الكومة تتصيف العمل انوارها ككر النصب التذكري الوطني وبدعاما الوفد مرافق كاليل الزحور وتلو الفاتحة الارواق الشهداء الذين دعوا لحياتهم دفاعا عن الوطن تمت اليوم المراسم الرسامية لتغيير الحرس الخاص لمزار ودري القايد عزيز موسس دولة الباكستان محمد لجناق مدينة كراشي وقد تولي الطلاب الازكري في القوات الجوية الباكستانية محمد الحرس كمزار قائد في لكلحور الجيش الفريع عام الرضا دري العلام محمد اقبال ووضع لها كاليل الزحور واتلع الروحة تحرد الفاتحة نشر رئيس الوزراء كمتصريف العمل انمار الحاك ككر منشورا على منصة لإكس قدم فيها التعادي لزوية الشعيد مقدم همز عابد الذي قري في حادث سقوط المروهية دعينا الله يرفع درداته في درنت حزا وقد تعارض مروهية تعبير الكوات الباكستانية لحادث دا إلى سقوطها وذلك الرابعة في سبتمبر الجاري وقد استشهد على متناحة ثلاثة أفراد من بينهما المقدم محمد عابد لروح والروح ذي ملايط الرحمة والمغفرة ولأهليا همزوية السبر والسلوان كشف كل الوزير محمد علي ووزير العلام وصفة سلنجاني في بيان الصحفي نشر اليوم أنه وبناء أن توجيحات رئيس الوزراء موقع أنوار الحاك كافر فإنه تم إزدار وامر سارمة بالقض على سارك الكهرباي فقد إحساءات موكرا أن ما كلمت الـ 75 إلى 80 مليار روبيا من كهربا فتتم سرقت حسنويا مع شكل العبن على دفاعي للدرائب ومستخدمي شبكة الكهربا في البلاد قال الرئيس الجمهورية دكتور عارف على بيسيلك اللحمة مسؤولي غرفة التجابة التي تناءت في مدينة لاهور أنه على مجتمع العمال في باكستان نيال أبدوره في استعادة اقتصاد باكستان عفيرته ونفورينا من جديد كما أكدى الرئيس أن الواجب مشترك ما بين الهكومة والقطاع الخاص أعلنت وكالات أمبال سعودية عن السفير السعودي الجديد لدات حران عبد الله من سعودي قد وصل إلى إيران لتولي محامة الدبلوماسية كسفير لمملكات العربي السعودية لدى إيران كما وصل يوم أمس على الرداء أن يذهب فريقة الدبلوماسي إلى العاصمة الرياض لدولي محمد عيدان يذكرنا بموجب الاتفاق الذي توسطت فيها الصين في شهر العزان مارس الماضي كذا اتفاق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر